بتوجيه من الدكتور المهندس عمر جبر خليل محافظ صلاح الدين تم عقد الاجتماع الدوري الخاص للجنة يستملك وتهيئة الأراضي في المحافظة والتحقق من الخطوات المنجزة والنتائج الاستثنائية التي تم تحقيقها في ضوء توجيهات ومتابعات المحافظ وأتم خلال الاجتماع الاتفاق على تحديد مواعيد التخصيص لكافة الشرائح المشمولة والتي ستجريت بعد فيما أكد مدير البلدية المهندس محمد يونس بأن العمل مستمر وبنفس الحماس لحين إنجاز هذا الملف ووفق الأطر القانونية كونه يسهم في خدمة جميع الشرائح ويساعد في تخفيف الزخم السكاني في عموم مدن المحافظة اشتركوا في القناة